أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحبان الرحيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا ففرعوا ولكن قسط قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغفة فإذا هم مبجسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد للده رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يستقون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يخصكون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يخشروا إلى ربهم ليز لهم من دونه ولي ولا شفيع من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداف والعشي يريدون وجها ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض يقولوا آؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجالة ثم ثاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبهن سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقد يجأ أمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتع الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رتب ولا يابس ولا رتب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت تعفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وقفيا لئن أنجانا من هذه لنقولن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل قرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرض لكم أو يلبسكم شياعا ويذيق بعثكم بأس بعث انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يبقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وضرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفسهم بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليمهم بما كانوا يتقون قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يأررنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أسنابا آذها إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المقنين فلما جن عليه الليل رأى كركبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما أرأى القبر فاسغا قال هذا ربي فلما أفل قال لإن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فقر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدى ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرقتم ولا تخافون أنكم أشرقتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر